موسيقى عرضنا اليوم يا جماعة الخير في منطقة بوستفا وأنا الآن متواجد في قلب ميدان بوستفا العرض اللي بنصوره عرض جميل جدا في ميدان بوستفا على الشارع الرئيسي لميدان بوستفا مجمع فخف جدا يحتوي على عشرة أبراج سكنية حاليا أنا في قلب الميدان هذا زي ما تلاحظون موجود محلات كثيرة منها سوبر ماركتات معروفة عالمية مثل بيم وشوك وأيوزبر بالإضافة إلى الجامع اللي موجود خلفي وأيضا المطاعم والكفهات والصرفات يعني كل ما يحتاجه الشخص يجده في هذا المكان وما ننسى أيضا موجود روضة للأطفال ومدارس للأولاد وللبنات بالإضافة إلى خط الرئيسي للمواصلات موجود باسات كانت ولا الدلامش زي ما هو معروف الخط الرئيسي يمر من أمام المجمع تعالوا مع بعض إلى المجمع نشوف تفاصيل أكثر عن المجمع ومن ثم نشوف تفاصيل الشقة خلوكم معنا متواجد الآن أنا داخل المجمع المجمع عبارة عن عشرة أبراج سكنية في وسطها الخدمات زي ما تشايفين ملاعب رياضية بالإضافة إلى ملاعب الأطفال وأيضا جلسات عائلية ومسطحات خاضرة وما ننسى أيضا الجلسات الموجودة أطراف المجمع بواب إلكترونية خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع الحاجة الميزة أيضا أن المجمع في منطقة بوستبا زي ما شرحت في بداية الفيديو بوستبا غني عن التعريف في خدماتها وحيويتها زي ما هو معروف في أغلبية سكان تربزون المشروع أو المجمع يقف في منطقة بوستبا بوستبا قريبة من الميدان تقريبا نقدر أقول خمس دقائق وإحنا في وسط الميدان وفي أيضا ميدان خاص في منطقة بوستبا المجمع على الشارع الرئيسي لميدان بوستبا يعني منطقة حيوية بالفعل كل الخدمات اللي نحتاجها نجدها في هذه المنطقة تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع مساحة الشقة وطلالتها خلوكم معنا نبدأ شرح الشقة جماعة الخير من الصالة الصالة زين ما تشايفين مساحة ممتازة جدا في الدور الأول اللي بنشوف الصالة هذي وبنشوف تفاصيلها بعد ما نطلع من الصالة العرض أو الدوبليكس هذا معروض بالأثاث ومن غير الأثاث لو تحبه أيضا واجهة الصالة تلاحظوا مكان التلفزيون ديكون حجري طبيعي الحجر هذا طبيعي وفيه إنارات ليد مخفية في الخلف التلفزيون برضو موجود الطقم الكنب وعندنا أيضا بالإضافة إلى ذلك واجهة الصالة اللي تلاحظوا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربع أربعة واجهات سجاجية طقم السفرة أيضا موجود في المنطقة هذه يعني الصالة مرتبة وجميلة جدا عندنا هنا البلكونة هذه نشوفها من جهة المطبخ شرحت لكم تفاصيل الصالة تعالوا نشوف إش اللي موجود بعد أكثر مدخل الدور هذا من هنا عندنا الدورة خاصة بالأحدة والعبيات منطقة الكوريدور والدرجة المؤدي إلى الدور الثالي ما ننسى أيضا أنه المنطقة اللي إحنا فيها منطقة بوزتيبة واصل لها الغاز الطبيعي والتمديدات جاهزة والغاز راكب ولكومبي راكب كل شيء مرتب وجاهز نيجي هنا على المنطقة هذه المنطقة مطبخ مع منطقة السفرة مفتوحة على بعض نشوف المطبخ مع بعض الدوليب راكب وجاهزة خشب طبيعي لو تلاحظوا نوعية جيدة عندنا الأجزة الكهربائية راكبة تعالوا مع بعض نشوف البلكونة اللي شرحته من جهة الصالة بلكونة صغيرة يعني مناسبة لشرب فنجان القهوة والإطلالة المميزة على البحر نشوف الإطلالة الأفضل فوق في الدور الثاني زي ما قلت لكم انه المطبخ مفتوح على منطقة السفرة شوه منطقة السفرة منظمة ومرتبة جاية انه حاطين تقم السفرة بهذا شكل على شكل ال وعندنا البيكور الجميل هذا البيكور التلفزيون تحت الدرجة عندنا دوليب ايضا نقدر نستخدمه كمخزن او نحط فيه حاجياتنا اه ومرتبة بأرفف جميلة دورة المياه الرئيسية للدور هذا مساحة جيدة وكبيرة ومناسبة نجي هنا على هذه الغرفة الغرفة هذه مستخدمينها كغرفة النوم الرئيسية مرتبة حاطين دولاب خاص بالملابس نقدر نستخدمه مثلا هم اضافوا دورة المياه الخاصة بغرفة النوم خلوها دواليل تقدر انتم تستغنوا عن شي هذا تحط دورة مياه خاصة فيها وفيه هنا مخرج الطوارئ واطلالة غرفة النوم واطلالة بحر زي ما نشايفي اطلالة رائعة جدا بجوار غرفة هذه عندنا غرفة رقم اثنين الغرفة هذه نقدر نقول انها غرفة اولاد حاطين كرسيين مع المكتبة وعندنا هنا دولاب خاص بالأولاد والغرفة هذه لها بلكونة خاصة فيها ومزودة ايضا بالزجاج الشرائح واطلالة الغرفة هذه طلالة مميزة على البحر وايضا لها ستاير يعني دوبليكس مرتب وجميل بالنسبة للدور هذا زي ما شرحت لكم الصالة والمطبخ بلكونتين عندنا دورة مياه بالاضافة الى الغرفتين هذي اللي كنا فيها نطلع نشوف الدور الثاني اش اللي موجود فيه وصلنا يا جماعة الخير الدور الثاني لو تلاحظوا الدور الثاني اول ما نطلع عندنا غرفة نوم وعندنا المنطقة هذه منطقة نقدر نقول عليها مكتبة بالاضافة الى الصالة نشرح مع بعض الغرفة هذه الغرفة هذه نقدر نقول عليها غرفة النوم الرئيسية وغرفة الابوين فيه سرير مزدوج ومخرج البلكونة البلكونة هذه داير مدار الدور الثاني نشرحها عن طريق الصالة وفيه دولاب للملابس ودورة المياه الخاصة بهذه الغرفة حتى لو تلاحظوا مرتبينه بطريقة منطقة خاصة بغسالة الملابس وعندنا المخسلة والشاور بالاضافة الى كلوزت تعالوا مع بعض نشوف المكتبة المنطقة هذه نقدر نقول عليها المكتبة في مخرج للبلكونة من هذه الجهة برضو حاطين كراسي او كنبات مرتبينها بطريقة حلوة المكتبة هذه مرتبينها على هذا المكان بالضبط شي جميل ومرتب راية لو تلاحظوا انها كلها خشب طبيعي درجة اولى زي اللي مستخدم في المطبخ المنطقة هذه نقدر نقول عليها الصالة ثانية الصالة اللي تحت صالة اولى هذه صالة ثانية او نقدر نحط باب هنا ونخليها غرفة اضافية حاطين هنا برضو دولاب للتلفزيون واسايبينها منطقة مفتوحة تعالوا مع بعض نشوف التراس الكبير الجميل اللي يتميز في هذا الدوبلكس طلعنا للمكان المميز للدوبلكس مخرج التراس طلعناه من الصالة هذه وفيه من غرفة النوم ومنطقة المكتبة تراحظوا منطقة كبيرة ورائعة جدا مساحة مترين ونص على داير مدار الدور الثاني للدوبلكس انه من المنطقة هذه الى نص الدوبلكس مغطيناها بالسقف ونقدر نحط زجاج ونقفل المكان هذا ونرتبوه لان حرية الاختيار في الشيء اللي نقدر نستفيد منه في الدوبلكس ونقدر نحط مثلا شوميني أو باربيكيو عشان يطلع المكان جدا جميل ورائع هذا المخرج الاخر اللي قلتم من جهة المكتبة والمخرج الثالث اللي هو من جهة غرفة النوم الرئيسية شوفوا الاطلالة الرائعة اللي يتميز في هذا التراس اطلالة ولا في الخيال في المساء وفي الصباح تشوفوا هذا الاطلالة الرائعة الجميلة نسيت أقول لكم أنه مساحة الدوبلكس كاملة 350 متر مربع مساحة الدورين أسيبكم مع هذه الاطلالة تستمتعوا فيها اشتركوا في القناة في نهاية الفيديو أرجوكم المحتاوى أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات التفاصيل ولا ساعة تجدون في صندوق الوصف أسفل الفيديو ولا تنسوا بعد آخر فيديو هاتر في قناتنا في اليوتيوب بروجي العقارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة